انطلاق عمليات تجميع المعلومات من الأسر في إتار العمليات السابعة للأحصاء العام للسكان والسكنة 2024 بالدار البيضاء تخضيرات مكثفة قبل النزول للميدان من شأنها تأطير الباحثين المكلفين باستقاء المعلومات العملية مرت في ظروف حسنة رغم بعض المعيقات ولقت استجابة من لدن الساكنة ومن بين الصعوبات الوجينا هي صعوبات قليلة صراحة كتجل فرفض بعض الأسر ولكن كيبقى العدد ديال قليل وحتى في هذه الحالة كيكون عندنا نقدم كي يدخل هو عون السرطة كل منطقة عند عون السرطة لمكلف بهذه القضايا استقبلتنا هذه مزيانة لعملية الإحساء كمشاركة جاءوا عندنا طلبوا مننا الإحساء ديال الدارة طيناهم الإحساء ديال الدار الكل إنسان يشارك ليش ما يشاركش؟ يشارك إنسان في الإحصاء مزيان وهذه عملية وطنية مزيانة بخصوص المنهجية المعتمدة في إنجاز هذه العملية تعتمد على استمرتين اثنتين قصيرة ومطولة كلتا هما تحفظ السرية التامة لمعلومات الساكنة تتعلق الأولى بالبنيات الدمغرافية والظواهر الناظرة كالهجرة الدولية والوفايات بينما تضم الاستمارة الثانية المفصلة فضلا عما سبق أسئلة تتعلق بمواضيع جديدة كالحماية الاجتماعية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وستوجه الاستمار المطول لكافة سكان الجماعات التي تضم أقل من ألفين أسرة وإلى عين من 20% من الأسر القطنة بالجماعات التي يعادل سكانها ويفوق ألفين أسرة في حين ستخصص الاستمارة القصيرة لـ 80% من السكان الاستمارة المطولة تضم واحد فصل زائدين على الاستمارة القصيرة التي هي التعليم مثل الخصوبة والنشاط الاقتصادي إلى آخره وبنسبة أن الأسر كذلك بأن هذه المعلومات المجمعة هي تكون في سيريا تامة وهذه المعلومات ترسل مباشرة للخوادم المركزية التي للمندوية السامية التي تخطيط وطم أن الأسر كذلك بأن هذه المعلومات لا يوجد علاقة بالسجيل الوطني للسكان والسجيل الاجتماعي الموحدة وبالتالي لا يوجد علاقة باتات مؤشر الاجتماعي ستوتيح هذه العملية الوطنية الكبرى التعرف على المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية لمجموعة الساكنة بما في ذلك المجموعات السكانية الخاصة من قبيل الرحل أو الأشخاص دون مأوى